السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبابنا الغالين طالبات وطالبات ثلاثة سنوى في كل مكان اهلا بكم النهاردة بنرى الكومنت لقينا الناس عايزة اسي عن ادارة الوقت اللي هو ازاي تكتب اسي عن التايم مانجمنت ادارة الوقت طبعا الشباب ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون ليك انت على حسب الكومنت بتاعك فخليك ايجابي مشارك بالتعليقات معنا الحاجة التانية ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان ده بيفرق مع القناة عشان احنا نقدر نكمل معاك ده عشان مصلحتك انت وفي نفس الوقت تشير المحتوى المفيد ده مع زمايلك ادال على الخير كفاعله ما تخافش مش هينقص منك حاجة او انت مش هتحتكر العلم بالعكس ربنا هيباركلك ادال على الخير كفاعله وفي نفس الوقت اذا انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة فعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتنا الجميل ويلا بينا نبدأ الاساي بتاع التايم مانجمنت ان نقول يا رب يا حي يا قيوم رحمتك ان استغيث اصدح لنا شاءنا كله ولا تاكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا هنبدأ شباب المقدمة بتاعتنا هلا نتكلم على التايم مانجمنت فاعل الانترودكشن بتقول ان التايم مانجمنت is the process of organizing and planning how to divide your time between different activities هو بيعرف لك يعني تايم مانجمنت هو عملية the process organizing تنظيم and planning how to divide your time وتخطيط ازاي تقسم وقتك between different activities بين الانشطة المختلفة يب هو عملية تنظيم وتخطيط تقسيم الوقت بتاعك ما بين الانشطة المختلفة طيب it allows individuals to work smarter ده بقى بيسمح للأفراد ان هما يعملوا بزكاء وليس بجد او بجهد to get more done in less time عشان ينجز حاجات كثيرة في وقت قليل يبدأ اسموه time management effective time management is crucial for achieving personal and professional goals التخطيط او ادارة الوقت الفعال ده crucial يعني هام او ضروري عشان تحقق personal and professional goals لتحقيق اهداف مانية واهداف شخصية يعني تقدر تحقق اهداف على مستوى شخصيتك انت مهاراتك وتطوير نفسك وفي نفس الوقت بتقدر تنجز في شغلك ويهي الكلير بتاعك حياتك المانية ده تعتبر المقدم firstly time management helps in setting clear priorities by identifying which tasks are most important اول حاجة ادارة الوقت بتساعد في تحديد الاولويات الواضحة ايه اهم حاجة عندي انا محط مثلا وقت وخصص activities فبشوف ايه في الانشيطة دي اهم حاجة عندي clear priorities اولوياتي بتكون واضحة فببدأ بالحاجة المطلوبة مني والعاجلة المهمة والعاجلة by identifying which tasks بتحديد اي مهمات are most important هي الاهم individuals can focus on what truly matters and avoid getting overwhelmed by less critical activities فده هتخلي الافراد تركز على الحاجات اللي هتفرق معاها مش هو فكرة انه هو عنده اهداف كتيرة غرقان فيها وحاجات مش مهمة فقدرت الوقت بيخليك تبقى واضح ومركز على الحاجات اللي هتفرق لما تعملها مش مجرد عمال تشتغل وخلاص عمال على بطال في انشطة ملقاش اي تلاتة رازمة حلو الكلام؟ طبعا كلمة تخصيص الاولويات تتحدد اولويات اسمها prioritization بيؤدي الى better productivity انتاجية احسن طبعا and a sense of accomplishment واحساس بالانجاز ثانيا good time management reduce stress بيقلل الضغط او بيقلل التوتر يعني ادارة الوقت الكويسة reduce stress بيقلل التوتر والضغط لماذا؟ ده بيقلل الهلع او الخوف والاندفاع بتاع اخر دي عارف انت مثلا ايه تقعد قاعد مسترخة كده ونقص الاوتوبيس وتيجي في اخر خمس دقائق انا فاكرت بتقعد تجري بقى وانت خايف ومتوتر فطبعا تنظيم الوقت بيقلل كتير جدا الاندفاع والتوتر والخوف بتاع اخر دقايق ده لانت بتفتكر حاجة ايه قبلها بعشر دقيقة وابلها بيوم او باسبوع فده بيقلل كتير معاك وتبقى عمل حسابك من قبلها فده بيقلل التواطر والضغط معاك معرفة ان انت عندك خطة تمام؟ ده بيخليك تكون او بتتبع النهج او الطريقة اكثر استرخاءا في ممارسة انشطتك اليومية ليه لان انت راجل دماغك مترتبة فبتقدر ان انت تتعامل تعالى نروح مشوور لا والله انا عندي كذا طب الساعة كذا لا لا الساعة كذا عندي كذا فده بيخليك عندك ريلاكسد ابروتش اللي هو الطريقة اللي هي فيها هدوء في التعامل مع انشطتك اليومية تمام؟ طيب لما حضرتك لما حضرتك بتنظم وقتك وبتديره بكفاءة ده بيخلق فرص اللي انت بيبقى عندك وقت فراغ تقدر تشتغل فيه على تحتوير ذاتك مع تحديثة تستخدم تحديثة وقتك طبعا بالتخطيط وتنظيم أو الجداول المناسبة تستخدم تحديثة كلمة تحديثة تحديثة وقتك يبقى عندك وقت الممارسة الهويات تلعب رياضة و تتعلم مهارات جديدة تفيدك بعد كده في شغلك هذا التوازن ما بين شغلك و حياتك الخاصة ده ضروري جدا عشان تقدر تحقق رضا و نجاح طويل الامد في الخاتمة مهارة ضرورية جدا كلمة تعمل كلمة معناها هو مهارة مهمة و ضرورية أو حيوية التي تساعد فيه رقم واحد تحديث الأولويات بالنسبة للمهم أو ترتيب الأولويات بالنسبة للمهمات اللي عندك تبدأ بالأهم المهم اثنين بتساعدك إن هي تقلل التوتر و الضغط و طبعا ده بيخليك صحتك أفضل العامة صحتك العقلية و النفسية أفضل تلاتة تحديث بيخلق لك أسلوب حياة متوازن ما بين شغلك و حياتك الشخصية بيباع عندك وقت كثير تقدر تمارس فيه هويات و رياضة عن طريق إتقان كلمة كلمة إتقان هذه المهارة التي بتعطي تحديث يمكنهم تحديث الأفراد يقدرهم يعزز أو يقوي من إنتجيته و يستمتع بحياة أكثر نجاحاً وأكثر إنجازاً يباع أنت راجل تكلمت على الوقت عرفناها و إنه عملية تنظيم و تخطيط إزاي تقسم وقتك على الأنشطة المختلفة و ده بيخليك إن انت تشتغل بزكاء و ليس بجد أو بجهد حضرتك هتعمل حاجات أكثر في وقت أقل الـ effective time management ضرورية جداً عشان تقدر تحقق أهداف شخصية وأهداف مهنية ده المقدم يعرفناه و قلنا إيه إيه أهميته وبعد كده اتكلمنا في ثلاث نقاط أول نقطة إن هو الـ time management بيساعد إن انت يبقى عندك priorities أولويات فتعمل الحاجات اللي بتفرق وتعمل الحاجات المهمة الأول و ده بيحسسك إن انت يبقى عندك روح إحساس بالإنجاز والنجاح و متبقاش غرقان فأنشطة ملهاش أي لازمة يبقى أول حاجة فايدة الـ time management اللي هو بيبقى عندك priorities إن انت بتعمل priorities your tasks بتحدد أولويات الحاجات الأهم في المهم الحاجة الثانية time management بيقلل ضغط فيبقى عندك أسلوب هادئ في التعامل مع الأنشطة فده بينعكس على تحسين صحتك العقلية و صحتك العامة ثلاثة قلنا تنظيم الوقت بيعملك balance توازن عشان بيخلق لك وقت تقدر تعيش في حياتك هوياتك رياضتك أسرتك فبتعمل توازن ما بين أسرتك و حياتك الشخصية و شغلك و ده بيخليه في نجاح ورضى على المدى البعيد و ختمنا بتلخيص ما سبق و سبتلك الترنسليشن بالعربي يا شباب بحيث مفيش ولا كلمة تفوتك يلا مستني إيه بقى لو الفيديو عجبك واستفدت من الإساي الجميل ده والرائع ده اللي احنا مش بنكتبه لك كده عشوائي لا ده احنا بنكتغد جدا ان احنا نختار لك كل كلمة ازاي تكون المقدمة رائعة و صغلة الجسم يكون منساب في افكار بحيث ان انت تحفظ التلات افكار منها تقدر ان انت تكتب بعد كده باسلوبك مش لازم تحفظ كل ده و الخاتمة بنقيها لك او بنختارها لك بعناية رائعة جدا يلا بقى لايك جميل للفيديو عشان عايزين نوصل لكل الناس بالشير بتاعك عشان المحتوى المفيد ده يوصل لكل الناس والخير ينتشر ويعوم ونقضي على مشكلة الإساي ان شاء الله سبحانه وتعالى طبعا لو انت مش مشترك في القناة اشترك فعل زر الجرس عشان فيديوهاتنا توصلك اول باول ليلا يكون الفيديو اللي جاي معمول مخصوص علشانك فشارك بكومنت وكتب لنا مشكلتك عشان ان شاء الله نحاول نحلالك في فيديو انت مهم جدا بالنسبانا فالكومنت بتاعك بجد هيفرق معاك ومعنا انا بحبكم جدا في الله مستر محمد الجلاد مدرس دغوة انجليزية للمرحول السنوية شوفكم بقى على خير في فيديو جديد باي باي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته